أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان أرسه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أصرنا عنه العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحدث ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها من إنه ليأوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئة عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأدو كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وطائق به صدرك أن يقولوا لو لا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور ودعوا من استطعتم من ذون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يضخصون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكفي ملية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلمهم من افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبطوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبن ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أغاذلنا باديا وما نرى لكم علينا من فضل بل نظلكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراتم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائر الله ولا أعلم غيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعيركم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إنكمت من الصادقين قال إنما يأتي لكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يهويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتأس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا من قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وشارت النور قل احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونازى نوح ابنه وكان في معزني يا ابني اركب معنا ولا تكون مع الكافرين قال سأوئي إلى جبلي يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أب الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرطين وقيل يا أرض لعيماك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجلدي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم حاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم إني أعذك أن تكون من الجاهلين قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هدى قال يا قوم يعبد الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مجرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا غود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعترات بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أوسنت به إليكم ويستقله ربي قوم غيركم ولا تدرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمر ما نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عادوا مجحدوا بآيات ربهم وعصوا رسولهم واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخواهم صالحا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخصير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذرواها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال لا تمتعوا في دايكم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكتوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القبيل العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفضوا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بأجر حنيد فلما رأى أيديهم لا تصد إليه نكرهم وأرجس منهم خيفة قالوا لا تخف قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أألت وأنا عجز وهذا بعضي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الغوع وجاءت البشرى يجادرنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطان سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يبرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتهم أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفه أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد عينت مالنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى رقم شديد قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك بأسرق بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن مغعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجل مندود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخوكم صعيبا قال يا قومي عبد الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أركم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قومي أوف المكيال والميزان بالقسط ولا تبخصوا الناس أشياءهم ولا تعقوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك أتأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحنيم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عن من أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاطي أن يصيبكم مثل ما أصاب قام نوح أو قام غود أو قام صالح وما قوم نوت منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي غحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإن لنراك فينا ضعيفا ولولا غهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أغهطي أعز عليكم من الله واتخلتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رطيب ولما جاء أمر نجينا شعيبا والذين آبنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يضنوا فيها على بعدا لمدينة كما بعد الثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقذم قومه يوم القيامة فأوردهم النار بئس الولد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المورود ذلك من أنباء القرآن قصر عليك منها منها قائم وحصيد وما ظلبناهم ولكن ظلبوا أنفسهم فما أغلت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مدموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخذه إلا لأدن معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشريق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تكفي مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفوهم نصيبا غير منقوس ولقد آتينا موسى الكتاب فاقتلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تبغعك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تهكموا إلى الذين ظلموا فتمسكموا النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهرون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أرجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليوليك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عنك من أنباه الرص لما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إن عملون وانتظروا إن منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا أمر تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعطلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوبك ما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه وحب إلى أبينا منا ونحن أصبا إن أبانا لفي ضلال مبين وقتلوا يوسف أغطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قربا صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقط بعض السيارة بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الضئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الضئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لترب أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكرون قالوا يا أبانا إلا ذهبنا نستبق وتركنا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الضئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بجم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبرهم جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم أدلا دلوا قال آب شراح هذا بلام وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون وشرونه بثمن بخص دراهم معدودا وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لمرأته أكرمي متواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الحديث والله ظالف على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواه إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرأى برهان ربي كذلك لنصف عنه السوء والفحشى إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قمصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نصوة في المدينة مرأة العزيز ترابد فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أغصلت إليهن وأعتذت لهن متكأا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقل حسر الله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهم أصل إليهن وأكون من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم إنه هو السميع العليم ثم بدى لهم من بعد برأه الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصل خمرا وقال الآخر إني أراني أحد لفاق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويده إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويده قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القفار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتمها أنتم آباءكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيب ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسطي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسطي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال الذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك فأنساب الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات وسبع سنبلات خضر وأخر جابسات يا أيها الملأ أفترني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاط أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجى منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر جابسات لعلي يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تسرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع ستاد يأكل ما قدمتم لهم إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه غاصل الناس وفيه عاصل وقال الملك أتوني به فلما جاءه الرسول قال رضع إلى ربك فاسألهما بال النسبة التي قطعن أيديهم إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ غاوتن يوسف عن نفسه كل حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا غاوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين صدق الله العظيم